سيبقى شهر سبتمبر من السنة الجارية شهراً أسوداً في تاريخ شركات الطيران والأصفار العالمية بعد إفلاس إيغلازيور وإكس آل الفرنسية المهددة بوضع مفتاح تحت الباب تعلن توماس كوك أحد أكبر وأقدم الشركات في المجال إفلاسها بعد أن فشلت في تغطية عجزها المالي لمواصلة تقديم خدماتها للزبائن وتضم توماس كوك نحو 22 ألف شخص حول العالم بأكثر من 20 مليون زبون ويشكل إفلاس الشركة ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبية بعد محاولة فاشلة لجمع 200 مليون جنيه سترليني لتجنب انهيارها وكان رئيس المجموعة بيتر فانك هاوسر قد ألقى باللوم على بريكزيت الذي تسبب بإغراق ميزانية شركة في الديون وأدى إلى تكبدها خسائر كبيرة لأن الزبائن أجلوا رحلاتهم مع عدم معرفتهم بما سيؤول إليه ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي يضف إليها منافسة شارسة من مواقع إلكترونية مختصة في الصفر أصبحت تحقق نسب نمو خيالية يبقى اختفاء شركات الطيران الدولية الواحدة تلو الأخرى بدواع الفلاس يثير تساؤلات كثيرة عن سوق أصبحت المنافسة فيها بمستويات عالية وبعنوان وحيد البقاء للاكوا ترجمة نانسي قنقر